استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بتفشي صورها عفوا بشتى صورها فقد أكدت معلومات وتحريات لقطاع الأمن العام بمشاركة مدرية أمن أسوان قيام أربعة عناصر إجرامية بارتكاب جرائم قتل وسرقة بالإكراه والسطو المسلح وقطع طرق والإتجار بالمواد المخدرة وحيازت أسلحة نارية متخذين من المنطقة الجبلية بمنطقة وادي شعيط بدائرة مركز شرطة نصر النوبة بمدرية أمن أسوان مصرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامية وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف ولدى وصول القوات بادروا بإطلاق الأعيرة النادرية تجاههم فبدلتهم القوات إطلاق النيران وتمكنت من السيطرة على الموقف وقد نتج عن ذلك مقتل اثنين من المتهمين وكذلك عنصر إجراميين آخر كما أمكن ضبط العنصرين الآخرين وبتفتيش المنطقة عثر على سبعة بنادق آلية وكميات أخرى من الأسلحة والذخائر بالإضافة إلى كمية من الحشيش المخدر وكذلك وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية ترجمة نانسي قنقر